اهلا بكم النهاردة نتكلم معكم عن علبة الفيوزات الرئيسية لسيارة كيا سبيكترا وايضا مشهورة باسم كيا شوما هذه السيارة من موديلات كيا القديمة وزي ما انتم شايفين العلبة الرئيسية مكدسة بالفيوزات والرليهات ولان هذه العلبة سابتة في اغلب الموديلات لسنوات طويلة لذلك قد تجد بعض الفيوزات لا تستخدم في بعض الاماكن ومن الداتا على غطاء علبة الفيوزات توضيح لاسماء ووظائف كل جزء في العلبة الفيوزات الرئيسية اول فيوز هو الخط الاول للكونتاكت وقيمته 20 امبير الفيوز التاني هو الخط الاول لوحدة الابس وقيمته 30 امبير الفيوز التالت لا يستخدم في هذا الموديل الرابع هو الخط التاني للكونتاكت وقيمته 30 امبير الفيوز الخامس هو خط كهربة لكتاوت المرش او كتاوت السلف والسادس لا يستخدم في هذا الموديل الفيوز السابع خط كهربة لمراوح تبريد المحرك وهذا الفيوز هو خط كهربة لكتاوت مراوح التكييف بنكمل معاكم ونتابع الفيوزات الفرعية الفيوز ده هو الخط التاني لكتاوت المرش او كتاوت السلف ده فيوز كتاوت بلاور التكييف وقيمته 30 امبير ده خط كهربة بيعمل مع مفتاح التشغيل قيمته 10 امبير ده فيوز السنتر لوك وقيمته 25 امبير فيوز الانتظار وقيمته 15 امبير هذا الفيوز يستخدم في حالة وجود بانوراما السقف وقيمته 15 امبير الفيوز الاخير في هذا الجزء خط كهربة بيصل لوحدة الاي بي اس وقيمته 30 امبير ده فيوز مكينات زجاج الابواب جنب يمين ده فيوز الجنب الشمال وقيمة كل منهما 25 امبير طبعا قيم بعض الفيوزات الموجودة هنا غير دقيقة يعني ده نتيجة تغيير الفيوزات واحنا نبهنا على النقطة دي وقلنا في حالة تغيير الفيوزات التالفة يجب التغيير بنفس القيم لكن طبعا هنا فيه قيم مختلفة عن القيم الحقيقية هذا الفيوز بيستخدم في حالة وجود مساحات خلفية وده فيوز انوار السالون فنوس سقف السيارة وقيمته 10 امبير ده فيوز كتاوت النور العالي قيمته 25 امبير التالت فيوزات اللي جايين من اهم فيوزات العلبة الرئيسية بنبدأ بفيوز مبينة شمعات الاحتراك الداخلي وقيمته 15 امبير التاني فيوز رشاشات الحقن الالكتروني وقيمته 10 امبير الفيوز التالت فيوز مضخة البنزين وقيمته 10 امبير وطبعا اي مشكلة فصل لهذه الفيوزات المحرك لا يعمل ده فيوز كتاوت النور المنخفض وقيمته 15 امبير فيوز حساس الشكمان الالوي ده فيوز حساس الشكمان السفلي وقيمة كل منهما 10 امبير ننتقل لجزء اخر من الفيوزات الفرعية ده فيوز سخان الزجاج الخلفي وقيمته 30 امبير ده فيوز سخان الميريات قيمته 10 امبير ده فيوز انوار الضباب فجات الخلفية قيمته 15 امبير وهذا الفيوز لا يستخدم في هذا الموديل ده فيوز النور المنخفض قيمته 15 امبير ده فيوز النور العالي قيمته 15 امبير وده فيوز النور الصغير شمال فيوز النور الصغير يمين وقيمة كل منهما 10 امبير ده فيوز انوار الضباب الامامية الفجات قيمته 15 امبير واخر فيوزين معانا هنا فيوز سويتش التكيف قيمته 10 امبير وده فيوز الكالاكسات قيمته 15 امبير دي صورة اوضح لفيوز التكيف قيمته 10 امبير وهنا فيوز الكالاكسات وكده نكون انتهينا من شرح الفيوزات بننتقل لشرح مجموعة الكتاوت وبنبدأ بكتاوت مروحة التكيف اللي بعده كتاوت مراوح تبريد المحرك وده كتاوت السلف او المرش كتاوت مراوح بلور التكيف كتاوت النور العالي للمصابيح الامامية وده كتاوت الرئيسي هنا كتاوت مضخط البنزين وطبعا لو فيه اي مشكلة في هذا الكتاوت المحرك لا يعمل كتاوت كمبروسر التكيف وده كتاوت الكالاكسات كتاوت سخان الزجاج الخلفي كتاوت النور المنخفض للمصابيح الامامية وده كتاوت مكينات زجاج الابواب ده كان اخر كتاوت معانا في العلبة الرئيسية اتمنى ان يكون الشرح واضح وبسيط وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بشكركم والى اللقاء